بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يقول الله سبحانه وتعالى والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هذه الآية الكريمة التي أنزلت على قلب حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم فيها باب من أبواب الدخول على الله سبحانه وتعالى والعافين عن الناس والله يحب المحسنين أي الذي يقوم بالعفو عن الناس هو من أهل المحبة الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى ويحبهم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لأن الذي يعفو هو الذي يتجاوز عن أخطاء الآخرين هو الذي يعفو عن أخطاء الآخرين لأن الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين يحب من يفعل ذلك لأنه إذا دخل على الله سبحانه وتعالى من باب العفو عن الناس أدخله الله سبحانه وتعالى في عفوه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يوم لا يأنفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الذي يعيش على شيء في هذه الحياة يعفو عن الناس ويذكر ربه سبحانه وتعالى يكافئه الله سبحانه وتعالى على هذا بأن يدخله في دائرة العفو لأنه عاش على العفو ومات عليه وهذا هو الذي أخبرنا به حبيبنا صلى الله عليه وسلم فقال يبعث كل عبد على ما مات عليه يبعث كل عبد على ما مات عليه أن يبعث العبد يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع هذا العبد شيء مما كان يقوم به إلا ما تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى على ما مات عليه إذا كان يحافظ على الصلاة وعلى الصيام ويعفو على الناس يقابره الله سبحانه وتعالى بهذا العفو وانظر إلى السلف الصالح رضوان الله عليهم لما قرأوا هذه الآية والعافين عن الناس وقرأوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبعث العبد على ما مات عليه طبقوا ذلك في حياتهم حتى يفوزوا بعفو الله يوم القيامة لأنكم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في أقواله ذكر الإمام الذهبي عند ترجمته لمحمد بن مسعود قائلا أن ذلك الرجل كان من خيار التابعين كان يعبد الله سبحانه وتعالى ويصوم ويقوم ويقرأ القرآن كما يفعل كثير من أمة حبيبنا صلى الله عليه وسلم ولكنه كان يشتهر بين الناس بالعفو عن من أخطأ إليه وكان يقول الماضي لا يذكر هذه الكلمة طيبة المباركة التي اقتبسها من القرآن الكريم والعافين عن الناس حينما يأتي إليه أحد ويقول له إن فلانا يقول كذا ويقول كذا فيقول رضي الله عنه أرضاه الماضي لا يذكر هل يضيع هذا العمل الصالح الذي كان يتخلق به ذلك الرجل كلا والله لما انتقل من هذه الحياة رآه أحد الصالحين في المنام فقال له ماذا فعل الله بك قال أوقفني بين يديه وقال الماضي لا يذكر انطلقوا به إلى الجنة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان الماضي لا يذكر أي ما كنت تقوم به في الدنيا لا يذكر في حضرة الملك سبحانكم وتعالى الماضي لا يذكر أي ما كنت تقوم به في هذه الحياة في هذه المدة القصيرة لا يذكر في هذا العالم الكبير أمام رحمة الله سبحانكم وتعالى الماضي لا يذكر انطلقوا به إلى الجنة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان كافأه الله سبحانكم وتعالى بعفوه عن الناس فإذا أردت أن تكون في هذه الدائرة وفي هذه الرحمة فقل الماضي لا يذكر ولذلك كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول بلغنا أن الله سبحانكم وتعالى يوم القيامة يأمر مناديا فينادي من كان له عند الله حاجة فليقوم فيقوم أهل العفو الذين اشتهروا بين الناس بعفوهم عن الناس قال فيكافئهم الله بعفوهم لماذا لأنهم قاموا بما قام به حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم تعاملوا بهذه الآية الطيبة المباركة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إذا أردت أن تكون في هذه الدائرة فتخلق بالقرآن الكريم وتخلق بسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم تصل إلى عفو الله وإلى مغفرة الله فيقال لك الماضي لا يذكر انطلقوا به إلى الجنة لأنه من عاش على العفو ومات عليه كان جزاؤه العفو من الله سبحانكم وتعالى فنسأل الله أن يجعلنا من أهل العفو وأن يغفر لنا الذنوب والآثام هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا شكرا شكرا